موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكرة الأخبار من غناة عدن الفضائي أهلا بكم والبداية بالعناوين موسيقى رئيس مجلس الغيادة الرئاسي يؤكد خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الاسترالي انفتاح المجلس على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في بلادنا موسيقى مصدر في رئاسة الوزراء فند الادعاءات التي تتمها مع خطاب مليشي الحوث الإرهابية بوصف عدن بأنها بيئة غير آمنة غير ملائمة موسيقى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني يحذر من الحملات المسعورة التي تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل أكد فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انفتاح المجلس والحكومة على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشي الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وقال فخامة الرئيس لدى استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسترالي تيم واتس أن مسؤوليات المجتمع الدولي يجب أن تتضاعف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب اليمني وانتهاكات المليشي الحوثية الجسيمة لحق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك الإجراءات التعصفية ضد الغطاع الخاص والغيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية تكامل كافة الجهود مع المساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي المسؤولة الإسترالي أمام التدورات الوضع اليمني والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة مثليا في هذا السياق على التدخلات الإنسانية والإنمائية السخية لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كما شاد الرئيس بالدعم الإسترالي السنوي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليابن متمنيا للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاغ أرحب ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارقية الأسترالي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وكافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب واستعادة الأمن والاستغرار في اليمن حضر اللقاء مدير مكتب رأسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارقية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي لواء ركن فرق بن سالمين البحسني برقية عزائن ومواساة بوفاة لواء ركن عويضان سالم عويضان أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والإخلاص للوطن وتطرق عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى مناقب الفغيد وأدواره النضالية والوطنية ودماثة أخلاقه وحسن تعامله مع الجميع ما جعله يحظى باحترام وتقدير قيادات الدولة وزملائه العسكريين وأفراد المجتمع كافة وأشهد بما قدمه الفغيد عويضان خلال مشوار حياته العسكر الحافل بالعطاء والتضحية من نجاحات وإنجازات وتمكنه من إدارة المناصب العسكرية بكفاءة واقتدار بثين على مشاركة الأخيرة في عملية تحرير ساحل حضر موت من قبضة التنظيمات الإرهابية في أبريل 2016 وتواصل جهوده حتى تطهير المناطق كافة من الإرهاب وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وعبر عن خالص تعازيه القلبية لأسرة وزملاء الفغيد سائل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ولوه الصبر والسلوان عز مصدر مسؤول في رأسة الوزراء ما يتم تداوله من فبركات ملفقة وعارية عن الصحة تصف العاصمة المؤقتة عدن بأنها بيئة غير ملائمة ومحاولة إلصاق هذا التلفيق الكاذب برئيس مجلس الوزراء إلى مطابخ مشبوهة تتمهى مع خطاب المليشي الإرهابية وتخدم غايتها وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن هذه المطابخ المشبوهة دأبت على مدار سنوات على استخدام الكذب والتلفيق والافتراء في تأزيم المشهد السياسي وإرباك الرأي العام للشعب في المناطق المحررة وحرف الانتباه عن القضايا الجوهرية والخصوم الحقيقيين للدولة والشعب والحرية ونفى المصدر بصورة قاطعة هذا التلفيق الخبيث الذي لا يستهدف رئيس مجلس الوزراء بالتشويه والكذب بل ويسعى إلى إظهار المحافظات المحررة في مواجهة بعضها البعض وإثارة نزعات زائفة تغذي لغة الكراهية بين أبناء الشعب الذي يخوضون معركة التاريخ والمصير في مواجهة المليشي الحثية الإرهابية ومحاولة تعبئة البسوطة على المنظمات الدولية وأنشطتها في المحافظات المحررة وأشار إلى أن الحكومة برئيسها وعضائها عاملوا تحت قيادة المؤسسة الرئاسية ومجلس القيادة الرئاسي على تثبيت ركائز الدولة ومؤسساتها في عدن ومختلف المدن والمحافظات واستقبلوا ممثل المجتمع الدولي داخل العاصمة المؤقتة عدن ووفروا الشروط الضرورية لتواجد ممثل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية في العاصمة المؤقتة عدن واحتضنوا أنشطتها وأهاب المصدر المسؤول بأبناء الشعبي الالتفاف حول القيادة السياسية بغيادة مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الحرب الاقتصادية الشرسة والمسنودة بالحرب الإعلامية المسمومة التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن تخدم معها والتنبه لكل محاولة تهدف إلى ضعاف الدولة وحرف بوصلة المواجهة والمعركة وإعاقة جهود توحيد الصف واستكمال استعادة الدولة أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني الرفض المطلق لكل أشكال الإساءة والإهانة والاتهامات التي وجهتها قيادات عرية في ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للمغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وأوضح الوزير الإرياني أن جميع المغتربين اليمنيين يعيشون في بلدهم الثانية المملكة العربية السعودية ويتمتعون بكل الحقوق والامتيازات والتسهيلات تحت رعاية دولة النظام والقانون وأن كل محاولات الاستهداف الحوثي للعلاقات الاستثنائية والمتميزة بين البلدين والشعبين الجائرين الشقيقين ستبؤ بالفشل الدريع وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تكتفي بنهب رواتم وضف الدولة منذ انقلابها وتدمير الغطاع الخاص وتسريح عشرات الآلاف من العاملين فيه بل عمدت إلى الاستهداف الممنهج لاثنين مليون مقترب يمني في أراضي المملكة يعيلون أكثر من عشر مليون من مختلف المحافظات عبر محاولة الإضرار بعلاقة بلادنا بأشقائها وإجراءاتها ضد المغتربين أنفسهم بما فيها الإساءة والتعرض لهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم بمبرر أنهم مرتزقة ولفت الوزير الإرياني إلى أن المملكة العربية السعودية فتعت أبوابها لمئات الآلاف من اليمنيين ووفرت لهم فرص العمل والعيش والحياة الكريمة وقدمت لهم مختلف التسهيلات كما احتضنت عشرات الآلاف من قيادات الدولة كما احتضنت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفيين والإعلاميين والمجتمع المدني وأسرهم الذين فروا من بطشي وإجرام المليشيا الحوثية وأضاف الإرياني لقد قدمت المملكة بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التسهيلات للعمالة اليمنية وأصدرت السفارة السعودية لدى اليمن نحو نصف مليون تأشيرة عمل إلى المملكة منذ استعناف عمل أصدار التأشيرات من جدة في العام 2018 كما قدمت التسهيلات للمغتربين اليمنيين بمن فيهم نحو 600 ألف كانوا يتواجدون بصورة غير نظامية ومنح بمكرمة ملكية هوية زائر والتي تحولت غالبيتها فيما بعد إلى إقامات ونوه الإرياني إلى أن تحويلات المغتربين اليمنيين في السعودية مثلت مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لعشر مليون يمني في الداخل ولعبت دورا أساسيا في دعم الاقتصاد اليمني واستغرار العملة الوطنية واستمرار حركة الحياة والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في مختلف المناطق اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية وأشار إلى أنه في مقابل ما تقدمه المملكة العربية السعودية من تسهيلات للمغتربين اليمنيين واحتضانها الملايين منهم احتضنت إيران أربع آلاف قيادات وعناصر المليشيا الحوثية وغسلت أدمقتهم بالعفكار الإرهابية المتطرفة ودربتهم على صناعة الأسلحة والألغام والعبوات الناسفة واستمرت طيلة ثمانية أعوام في تهريب الأسلحة من الصواريخ الباليستية ومن الطائرات المسيرة والخبراء لقتل أبناء الشعب اليمني عقدت حيئة التشاور والمصالحة اجتماعا مرئيا برئاسة محمد الغيثي رئيس الحيئة وبحضور نواب رئيس الهيئة دكتور عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميل علي رجاء والقاضي أكرم العامري وعضاء الهيئة وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الهيئة إحاطة عن جهود رئاسة الهيئة واتصالاتها في الجانب التنظيمي والسياسي في إطار مهابها الموكلة إليها مشيرا إلى حاجة الهيئة لبدل جهود مضاعفة للحفاظ على تماس قوى ومكونات شرعية بما يسهم في متانة مجلس الغيادة الرئاسي ووحدة الصف الوطني كما تحدث نائب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي عن مستجدات جهود السلام والعملية السياسية والتي تغودها المملكة العربية السعودية مؤكدا دعم الهيئة لجهود السلام وبما يضمن إنهاء لانقلاب والسعادة مؤسسات الدولة والدخول بمفاوضات سياسية شاملة مشيرا إلى اتصالات رئاسية رئاسة الهيئة مع الأشقاء في المملكة فيما يتحدثت نائبة رئيس الهيئة جميلة علي رجاء تحدثت عن طبيعة الاتصالات التي تجريها رئاسة الهيئة مع المنظمات الدولية التي عرضت دعمها ومساندتها لجهود الهيئة في إطار مهامها المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة وأشارت الأستاذ رجاء بأن رئاسة الهيئة قد وضعت محددات وآلية للتعامل مع المنظمات الدولية وأهمية أن تنعكس هذه العلاقة بشكل إيجابي على عمل الليجان خاصة ما يتعلق بالتدريب والتأهيل والتسهيلات ذات الصلة ومن جانبه حاط نائب رئيس الهيئة القاضي أكرم العامري الأعضاء بسير اللقاءات التي يجريها أبناء محافظة حضر موت في العاصمة السعودية الرياض بغرض التوصل إلى رؤية شاملة لحضر موت وتحدث نائب رئيس الهيئة الصخر الوجي حول الاجتماعات التي جرت في الرياض بين هيئة رئاسة مجلس النواب والشورى وكذلك أساء الكتل البرلمانية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه ومع رئيس الحكومة مشيرا إلى أهمية أن تتكاتف الجهود نحو التوافق والتقارب ورحب بأعضاء الهيئة نواب رئيس مجلس النواب الذين أحاطوا الاجتماع بالنقاشات الإيجابية التي جرت في لقاءاتهم في الرياض أكد الاجتماع هيئة التشاور والمصالحة على دعم جهود إحلال السلام في بلادنا بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحل القضايا الرئيسية وفي طريعتها قضية الجنوب وعلى دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وشدد الاجتماع على أن تكون جهود السلام مرتكزة على أساس على أسس شرعية وانقلاب ينتج عنها تسليم مليشيا الحوثي لسلاحها وخروجها من المدن وفق قرار 22-16 وأشار الاجتماع إلى أن عدم اتخاذ إقراءات بعدم استهداف الموانئ النفطية في حضر موت وشباه يعد خطأا يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها معالجة ما حصل وفي طليع ذلك لاقتصاد الوطن الذي بات يعاني من انهيار متسارع وخطير كما شددت الهيئة في اجتماعها على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة وأن تتحمل الحكومة والفريق الاقتصادي مسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يلوح في الأفق وإيجاد حلول ومعالجات اقتصادية للأزمة والتي تمر بها البلاد وناقشت الهيئة تشكيل لجانها الدائمة والمؤقتة وآليات ومعايير تشكيل هذه اللجان وأقرت الهيئة مناقشة الغضايا والملفات الطارئة من خلال اجتماعات دورية منتظمة ورفع التوصيات والحلول المقترحة لمجلس الغيادة الرئاسي والمحاذير التي تستوجب التنبه لها في المرحلة الحالية وذلك في إطار مهمة الهيئة المتمثلة في دعم ومساندة مجلس الغيادة وأكد الاجتماع على أهمية عقد الغيادة للهيئة العامة مع مجلس الغيادة الرئاسي كما ناغش المجتمعون عددا من المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة في إطار عمل الهيئة ومهامها اختتمت في العاصمة الأردنية عمان اللقاءات الفنية السنوية بين الجانبين الحكومي ممثلا بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني وممثل وزارة التخطير والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن وبعثة صندوق النقد الدولي والتي بدأت افتراضيا في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي وتواصلت حضوريا ابتداء من ثاني من يونيو الجاري وجرى خلالها الوقوف أمام مجمع الأوضاع وتحديات القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن وتطرقت اللقاءات إلى حزمة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين ومدى الآثار السلبية الكبيرة التي لحقت بالإيرادات العامة والمالية العامة والقطاع النغدي جرى قيام الميليشي الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا بالتصعيد العسكري غير المبرر وزهداف القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية فضلا عن خطورة تفاقم أزمة الأمن الغذائي والنتائج الإيجابية للهدنة الأممية على حياة المواطنين والدعم المطلوب لضمان استغرار وتحسين الاقتصاد الوطني كما صلتت اللقاءات الضواء على الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والجهات المانحة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنغدي وكذا مدى الحاجة الماسة للتسريع بتنفيذ الإصلاحات وتقديم التعهدات عبر صندوق النغد العربي والجهات الإقليمية والدولية الداعمة لجهود الحكومة والرامية للتعزيز المالية العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستغرار والتعافي الاقتصادي وأكدت اللقاءات خطورة استبرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط بسبب الهجبات الإرهابية من قبل مليشيا الإنقلاب وارتفاع الأسعار وكذا ضرورة تعزيز قدرات المالية العامة على الاستدامة وكذا الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية بطريقة شفافة من أجل المضي قدما في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وشددت على الحاجة الملحة لتمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب المحققة وكذا لحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار ودعم عملية الإصلاحات المستمرة في الجوانب المالية والنقدية بحث وزير الشؤول القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان في العاصمة النرويجية أسلو مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح فيرقين جامبا أوضاع الطفولة في اليمن وسبل دعمهم والحد من استهدافهم في العمليات العسكرية وتطرق الوزير عرمان إلى الآليات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من استخدام الأطفال أثناء النزاع المسلح وهي إنشاء عدد ثمانين نقطة اتصال عسكرية وأمنية ووحدات حماية الأطفال في كافة المرافق العسكرية والأمنية التابعة للحكومة اليمنية وانخراطها في تنفيذ أجندة خارطة الطريقة الموقعة مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال كما رحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بشطف الجيش اليمني من القائمة السوداء الخاصة بتجنيد الأطفال أثناء النزاع المسلح مستعرضا التقدم المحرز من قبل الحكومة في الحد من استخدام الأطفال وتنفيذ الخطط الأممية وشيرا لأهمية إنشاء مركز لعادة الدمج وتأهيل الأطفال في العاصمة الموقتة عدن وشار إلى انتهاكات ميليشيا الحوثية تجاه الأطفال في اليمن ومدى توسع انشطتهم الإجرامية بحق الطفولة التي تشمل القتل والتجنيد والقنص وحشد الأطفال إلى جبهات القتال ومن جانبها أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلحة الحرصة على تقديم الدعم للأطفال في اليمن والحد من حشدهم إلى الجبهات واستهدافهم بالعمليات العسكرية شاركت بلادنا في فعاليات الدورة المائة والحادية عشر لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه وزير الشؤون الاجتماعي والعمل دكتور محمد الزعوري ويشارك في فعاليات المؤتمر الذي يستمر خلال الفترة من الخامس وحتى السادس عشر من يونيو الجاري يشارك أكثر من خمسة آلاف مندوب من وفود ثلاثية في التكوين من ممثل حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم ومن المقرر أن يلتقي الوزير الزعوري عددا من نضرائه ورؤساء الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر لمناقشة عدد من الملفات المشتركة ودعم البرامج والمشاريع في عدد من القطاعات كما يتضمن جدوى الأعمال المؤتمر الدولي من مناقشة عدد من البنود ذات الصلة بتغرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية وتغرير عن أوضاع العمل العربي في الأراضي العربية المحتلة وتغرير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية للعمال وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئية للجميع كما يتضمن جدوى الأعمال المؤتمر بنودا دائما خاصة بتغرير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025 والمعلومات والتغرير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية وغيرها من المواضيع بحث وزير الأشقال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي في العاصمة الكينية نيريبو مع سفيرة النوية الحسنة منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الأميرة الامياء بن تماجد دعم مؤسسة الوليد بن طلال لليمن في غطاء الإسكان والتي كان آخرها برنامج إعادة تأهيل 600 منزل في محافظة عدن موزعة على مديرتين معلاء وخور مكسر وأعرب الوزير الحريزي عن شكر الحكومة لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هو مؤسسة الوليد بن طلال والبرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن على كل ما يقدموه من دعم في كافة المجالات خاصة مجال الطرق والإسكان أكد وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس أهمية وغوف الجميع إلى جانب الشباب وتشجيعهم ودعمهم لضمان مستقبل ريادي ومتطور للعاصمة المؤقتة عدن جاء ذلك خلال تدشينه المسار الثالث للبرنامج الوطني للشباب لتدريب ألف شاب وشابة في المعهد التغني في مديرية المعلى وبتمويل من صندوق تنمية المهارات وبحضور نائب وزير التعليم العالي والفني عبد الرب المحوري ووكيلي محافظ عدن رشاد شاع عبد الرؤوف السقاف ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات عصام قاسم ولفت لملس إلى أن السلطة المحلية حريصة أن يتسلح الشباب بالقيم المدنية والمهارات الحياتية من خلال البرامج الهدفة والمستدامة والعمل المنظم لضمان مخرجات فاعلة تنعكس إيجابا على واقع المدينة ومستقبل الشباب من حيث كسابهم المهارات المطلوبة والاستفادة من قدراتهم في مختلف المقالات لخدمة المجتمع نحن الاهتمام بالشباب من أولويات السلطة المحلية وبالتالي نتعامل اليوم مع مخرجات مؤتمر الشباب عندما عقد مؤتمر الشباب حينها كنت تتذكر يقولوا تعملوا المؤتمر للشوء الإعلامي فقط وليس هناك مخرجات كنا لهم على اطلاق إلا إذا قيادة شباب ومن يعملون في هذا القطاع هم مهملين ولا يهتموا بهذه المخرجات أما نحن بنسخر كل إمكانيات المتاحة وللأمان أقولها شكرا جزيلا للأخ العزيز الوكيل عبد الروف السقاف ولكل فريقه وطاقمه اللي يشتغلوا معه كل وعلى رأسهم صندوق تنمية المهارات الذي من اللحظات الأولى بادر وكانوا جاهزين هم رجال المال والأعمال اللي نحن نتأمل فيهم خير دائما ويدعموا هذا الصندوق اليوم ندشن مسار الأهم من هذه المسارات اليوم اللي موجودة ضمن البرنامج الوطني هو مسار تدريب وتأهيل شباب وشابات عدن وهذا التدريب يستهدف ألف شاب وشابة من أبناء عدن طبعا هذا الأمر بالشراكة الحقيقية مع صندوق تنمية المهارات الذي نقول له اليوم جزيل الشكر لهذا الدعم وهذه المساندة وهذا الشراكة الحقيقية مع قيادة السلطة المحلية ومع القطاع الخاص ومع الأجهزة الحكومية لكي نتوحد نحو هذه الفئة نتمنى أمر الله أن ينقح عملنا هذا بمساعدة الكل والسلطة المحلية والمحافظ ونعلن كمان أنه لدينا برنامج آخر في صندوق تنمية المهارات لتدريب وتأهيل كافة الشباب في كل المقالات وهذه ما هي إلا مرحلة من مراحل الصندوق الذي بدأ نشاطه خلال فترة بسيطة ويحاول بقدر الإمكان ويسعى أن يطبع من عمله وأدائه خلال الفترة القادمة أكد وزير الشباب والرياضة نيف البكري على الدور الهام والكبير الذي يقوم به شباب في بناء المجتمعات وصناعة التحولات وتعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة مختلف التحديات وقال في ختام دورة حول برنامج القيادات الشبابية نظمها مركز التدريب والتأهيل التابع للوزارة بالشراكة مع منظمة الشباب بلا حدود للتنمية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان قال إن الشباب هم رأس مال مجتمعنا ويعول عليهم كثيرا في صنع الكثير من المتغيرات والتحولات في جميع المجالات فضلا عن دورهم الهام في تعزيز اللحمة الوطنية خصوصا في هذه المرحلة الحارقة التي تمر بها بلادنا وأشار الوزير البكري إلى أهمية مثل هذه الدورات والبرامج وترجمة كل المعلومات والمفاهيم على صعيد الواقع بالتنسيغ مع المنظمات والمؤسسات والشركات لاستيعاب قدراتهم ودعم مشاريعهم وتبني أفكارهم وإتاحة فرص العمل أمامهم للمساهمة في الغضاء على البطالة مجددا التأكيد على اهتمام الوزارة ودعمها لكافة المشاريع الشبابية الهادفة وتبني طموحاتهم باعتبارهم السواعد الحقيقية للبناء والنماء وتلقى المشاركين في الدورة التي استمرت 11 يوما محاضرات حول بناء السلام والمشاركة المجتمعية والمناصرة للقيادات الشبابية شهد وزير الشباب والرياضة نيف البكري في اتصالة المغلقة بالمدينة الرياضية بالعاصمة عدن مواجهة القمة بين نادي الميناء عدن وشعب حضر موطن من منافسات المرحلة الثانية للدورة التصنيف لكرة السلة تجمع عدن وأبدأ معالي الوزير البكري إعجابه بالمستوى الفني للفريقين والإثارة في معظم وقتها مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العام للسلة وحرصه على انتظام مسابقاته وبمشاركة جميع عنديات الجمهورية وشهدت مباراة القمة للجولة الثالثة فوز نادي شعب حضر موط بنتيجة 78 مقابل 65 على نادي الميناء لينفرد بصدارة ترتيب الدوري مؤقتا رافق معالي الوزير البكري وكلغطاع الرياضة خالد محسن الخليفي ومدير عام الإدارة العامة للإعلام شكري حسين ورئيس الاتحاد العام لكرة السلة عبدالستار الحمداني حذر مصدر المسؤول في البنك المركز اليمني من الحاملات المسعورة التي تقف خلفها جهات مشبوهات تستهدف استقرار لأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاذ الاحتياطات الخارجية للبنك المركز اليمني داعي رسال الإعلام المهنية إلى التنبه لخطورة مثل هذه الشاعات الكاذبة وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية لمليشة الحث الإرهابية على قطاعة النفط واستهداف المرافع وناقلات النفط وتعطير تصدير النفط الخام بالإضافة إلى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمهورية والضريبية لسفن الوقود عفوا أثرت سلبا على إيرادات الدولة إلا أن البنك المركزي استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة والمخصصة لاستيراد السلع الأساسية هو البضائع من خلال المزادات وتأمين المرتبات وبدعم من الأشقاء والأصدقاء وأكد أن البنك المركزي لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياجات ولفت المصدر إلى أن البنك سيستمر في المزادات الإسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق ومن العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية داهمت ميليشيا الحوثي منزل المحامي في محافظة الحديدة وقالت مصادر محلية أن الميليشيا داهمت منزل المحامي أحمد الكعبي وقامت باختطاف شقيقه يأتي هذا استمرار للانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي تجاه السكان في مناطق سيطرتها وحالات الاختطاف والإخفاء والتعذيب والتصفية في السجون التي راح ضحيتها آلاف من الأبرياء أودى انفجار لغم حوثي بحياة امرأة وطفلين آخرين في أطراف مدينة الحديدة وقالت مصادر محلية أن لغم حوثي مموه على شكل جسم كروي دائرين أودى بحياة امرأة وطفلين من أحفادها وعضافت المصادر أن اللغم الحوثي لفت انتباه طفل فجلبه إلى منزلهم وانفجر بهم وأكدت المصادر أن الآلاف من هذه الأجسام المتفجرة المموهة نشرتها ميليشيا الحوثي في كل المديريات والتي توقفت فيها المعارك وتشكل حقول وشبكات ألغام الميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا كابوسا يؤرق أبناء محافظة الحديدة ورح ضحيتها العلاف من المواطنين نقلت ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية من مخازنها بصنعاء إلى محافظة مأرب والجوف ورصبتها في مواقع تحتلها بجبهات الغتال وأوضحت مصادر عسكرية وميدانية أن ميليشيا الحوثي نقلت صواريخ باليستية من مخازنها في فجع الطان ومن جبل نقم بصنعاء إلى محافظة مأرب والجوف ووفق المصادر فأن ميليشيا الحوثي نصبت منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في عدة جبهات بينها مديرية صرواح غربي مأرب والجوبة جنوب مأرب وكذا في مواقع شرق الجوف بالإضافة إلى حفر خنادق في هذه الجبهات وتأتي هذه الخطوة في سياق التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وانقلابها على جهود التهديئة والمساعد الدولية لإيقاف الحرب وإحلال السلام تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة الوائدوك المنصور ثواب أبطال القوات المسلحة من منتسب المنطقة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب وطلع قائد المنطقة على أحوال المقاكلين في الخطوط الأمامية ناقلا لهم تحيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة مشيدا بالتضحيات البطولية التي يقدمونها دفاعا عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية وأشهد بمستوى الانضباط والجهزية القتالية واليغضة العالية لدى الأبطال في جبهات القتال واعتبرا هذا من أهم أسباب اليقين بالانتصار على العدو الحوثي الكهنوتي المدعوم إيرانيا وأكد اللواء الثوابه جهزية منتسب المنطقة العسكرية الثالثة واستعدادهم الدائم لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية حال صدور التوجهات من الغيادة السياسية والعسكرية ومن جانبهم أكد القادة والجنود جهزيتهم واستعدادهم لدحر ميليشيا الحوثية الإرهابية من كل شبر في الوطن واستعادة مؤسسات الدولة وتطبيق النظام والقانون في ظل الدولة الاتحادية القوية شاركت بلادنا في اجتماعات مجلس محافظة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بينا بوفد رأس السفير والمندوب الدائم لبلادنا لدى الوكالة هيثم شجاع الدين واستعرض السفير شجاع الدين في كلمة اليمن خلال اجتماعات المجلس تجاوزات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة مشيرا لأن اليمن تتابع التطورات الإيجابية في منطقات الشرق الأوسط والرمية إلى خلق أجواء مصالحة وسلام وسيناقش الاجتماع مواضيع متصلة بمشاريع التعاون التقني وتأثير الأوضاع في أوكرانيا وعلى الأمن والأمان النووي والضمانات وتطبيق الضمانات في كوريا وسوريا إضافة إلى القدرات النووية الإسرائيلية اطلع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحق والعمرة نائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن دكتور مختار الرباش على الاستعدادات النهائية لاستقبال الحجاج اليمنيين في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة كما تم الإطلاع على عملية ربط اللجان الميدانية في المنافذ البرية والجوية واللجان الميدانية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بغرفة عمليات واحدة يترأسها وكيل غطاع الحق والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد نائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن مختار الرباش وكذا تم الإطلاع على الغرف الطبية المخصصة للحجاج في أبراج الحجاج والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة وقد الوكيل الرباش استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج اليمنيين وتقديم الخدمات لهم من حيث التفويج والإقامة وتقديم التغذية والخدمات اللازمة لهم وأن كافة اللجان مستعدة للقيام بمهامها ومسؤوليتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن عويضان سالم عويضان الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال ومسيرة مهنية مشرفة في القوات المسلحة وقال بيان النعي إن اللواء ركن عويضان كانت له بصمات كبيرة في القوات المسلحة في كل المناصب والمهام المكلة إليه والتي أداها بكل مهنية واقتدار فكان مثلا أعلى لكل من عمل معه من قيادات وأفراد وشهد بمناقب الفغيد وأدواره القيادية والميدانية والتي ختمها في رئاسة أركان المنطقة العسكرية الثانية هيتولى المهمة في ظرف صعب مر به الوطن فكان مع رفاقه الأبطال على قدر المرحلة فعملوا معا وكل منتسب المنطقة في محاربة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستغرار في مديريات الساحل بمحافظة حضر موت ولفت البيان إلى المكانة التي كان يحظى بها الفغيد أوساط الغوات المسلحة كونه أحد الغيادات العسكرية التي حاجت للوطن ضد انقلاب ميليشيا الحسي الإرهابية المدعومة من إيران والتي انقلبت على الدولة ومؤسساتها المختلفة ومنها المؤسسات العسكرية التي حفظ شرفها قادة وجند من أمثال القائد عويضان والذي ستظل أعماله محفورة في وقدان الشعب عامة وفي أبناء حضر موت خاصة والتي منها عادت بناء المنطقة العسكرية الثانية وتأهيل أفرادها وفق القواهد العسكرية السليمة فكانت لها بطولاتها وتضحياتها والتي قدمتها في هزيمة المتربصين بالوطن والمحافظة وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد والقيادة ومنتسب المنطقة العسكرية الثانية والجميع منسوب القوات المسلحة سائلة الله العلي القدير أن يتقمده في واسع رحمته وكل شهداء الوطن وأن يشفي الله الجرحى ويمن بالحرية للأسرة والمختطفين وأن يعجل بالنصر المبين لشعبنا وأمتنا العظيمة الآن مشاهد الكرام إلى حالة الطرس ودرقات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 مجلس الغيادة الرئاسي مفتر مسؤول في البنك المركز اليمني يحذر من الحملات المسعورة التي تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة انتهت نشرة الأخبار الرئيسة مجلس الكرام قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية نلتغي نحن وإياكم في نشرات قادمة إلى اللقاء